سلام جوكيراتي إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتلقاكم هذا الفيديو إن شاء الله بإحسن الأحوال وبصحة جيدة كما كتشوفوا هنا قد نديروا الزيتون بلا ملح هنا شريتهم السوق ولكن مالح يقطع هنا قدرتوا في القدرة وغسلتهم ملاح في الكسكاس وفلقتوا بشي يخرج منه ذاك الملح هنا قدرتنا الميت طيب وكبيت عليه ثلاثة طاعة المرات أنا هنا ينتخز وجود المرات محقاش ما صورتش مهم ديروا على ثلاثة طاعة المرات وما بين مرة ومرة أخلي واحد العشرة دقائق غطي واه واخلي واه يغلي مرة هاتفت واحد خمستاش دقيقة كيك فوق النار ونشفوه مليح قطروها زعمام الكسكاس وديروه في واحد السربيتة بحلها هكا نشفوه مليح أنا درتوه في العشية وخليتوا الليلة كاملة طال الصباح قعد درتوه في البواطة نتوما اللي درتوه في الصباح ديروه في الليلة درتوه في العشية ديروه طال غدليه في الصباح مهم خليواهين شف مزيان مزيان في السربيتة ومطلقه من بعد هنا يا كم ما تشوفوه هنا را صباح درت بواطة نتع الزرش ولا جبانه ولا اللي كان مهم يكون ش حاجه ديالزر هنا را نشف مليح جبت هذا بشوفيها وزيت عليه زيت زيتون وخلطه مزيان ودرتوه في فري جيدا هاكا ما غاديش ينقلع منه الملح ولكن ينقص وبصحة وراحة ان شاء الله تكونوا بخير هنا نقلعت واحد العلفة لحقش من فلقته مع الماء ومع الاخر نسلخوا من العلفات دياله هنا كما تشوفو را عندرنا زيت دروا له مليح بزاف لحقش ما غاديش تضيع وبصحة وراحة ان شاء الله تبرتاجوا هالطريقة مزيانة بالنسبة للناس اللي ما يبغوش الملح بزاف الزيتون انا صراحة يعجبني صامت ما كرهت لو كان نشريه من شجرة ونديره بالراسي ولكن احنا هنا في شمال فرنسا ما مستحيل تلقى الزيتون هكا من شجرة ضروري تلقى فيه الملح لا مشي كتير قليل وهو واجد عندنا بصحة وراحة كما كنقولو في تالي في امان الله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة